السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم خطمان في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي وملخص مقابلة المغرب وطنزانيا مقابلة كبيرة صراحة قام بها المنتخب المغربي خاصة في الشوط الثاني صراحة أداء كبير مغربة باتاتا ما عادي ليقلب هذين يبقى زيادك وتزادت أصلا في الشوط الثاني صراحة هذا اللي اخترعت خمسة من القارض خمسة تغييرات صراحة كان قارض في المحل دياله لأن خمسة تغييرات هم المناسبين فهذه المقابلة في حال هادو في طبع حال فهذه الأجواء اللي كانت فيها الحرارة بزاف صراحة في الكل ديفور في هذا المنتخب المغربي صراحة كان في حاجة مثل فوز بطبع حال وجال فوز بتصال صفر وجال آداء بطبع حال الاهداف اللي كان هدف واحد في الشوط الأول عن طريق العميد شوفتوا الآن الصوت دياله بدك يتأثر بطبيعة الحال بعد المقابلة ديال المغرب مع تانزانيا بطبيعة الحال هيدا الاهداف الأول اللي كان عن طريق اللاعب غالم سايس وهو عميد المنتخب المغربي بعد ضربة خطأ نفدها حاكيم زياش بدقيقة ثلاثين وحارس خرجها بطبيعة الحال الا عند الكابيطانو غالم سايس وقدر يسجل الهدف الاول بطبيعة الحال دقيقة ثلاثين دياله فهذا المقابلة هادي وفي الشوط الثاني قدرنا نسجل الجوج دياله الاهداف عن طريق اللاعب عز ديم وناحي وكذلك عن طريق اللاعب الهدف الثالث عن طريق يوسف النصيري صراحة الهدف اللي رجع الحاكم صفوف الفارعات قعو الثاني رجع اووض اووه قال انه هذا الشيح حاجة اللي هي كبيرة صراحة شيح حاجة اللي هي وعلا وعلا بزاف اننا تفوس المقابلة الاولى بتلاتة Austin نتيجة صراحة كنا محتاجين لها بزاف بزاف هذه النتيجة ديال تلاتة ديال الاهداف مقابل شاء فوز معناوي فوز صراحة بتلاتة Jessica فوز جميل جدا غانب سايس لشجل هدف او لعب الشباب السعودي الهدف الثاني عفون شجلو عزدي اوناحي لعب اولابيك مارسيليا الفرنسي والهدف الثالي تشجلو لعب يوصف انصار لعب ايشبيليا الفرنسي الاسباني اذا كتشوفوا الان هاو متولاتي اللي شجلو الاهدف كامل اللاعبين كانوا معنا في المونديال وكامل اللاعبين الاساسيين طبعا تحد اني باش كتعرف الدور الكبير ديال التشكيلة الاساسية في المنتخب الوطني المغربي اذا واحد شي حاجة اللي هي كبيرة صراحة ان الفوز على المنتخب الطانزاني كيجي وقد اول فوز من دولة عربية في كأس افريقيا بعد تعادل مصر والزازائر وهزيمة سودس وموريطانيا كتجي المغرب وكتفوز بطبيعة حال باداء بناتيجة كبيرة واداء بطبيعة حال كبير وكبير بزاف صراحة للمنتخب المغربي امام منتخب طانزانيا الفوز بالثلاثة للصفر صراحة كان اداء كبير جدا لللاعبين اداء واعر بالزاف صراحة لللاعبين اداء جد رافع للمنتخب المغربي فهذا المواجهة امام منتخب طانزانيا بطبيعة حال ما نقولوش طانزانيا اضعاف ما بقاوش الالبولدان اضعاف باتاتا في كأس افريقيا احنا شنا ناري بيا كبير فاز على تولس بواحد الغيرو وشنا نتائج غريبة تعدو الغنيا الاستيوائية مع نيجيريا وهزيمة غانة امام الرأس الاخضر ومن هنا وحد اثنين وخمسين دقيقان عدت لعب الكونغو مع ازام بيع وثاني اي نتيجة تجربة لقاء ليست بالمفاجأة لانه لقاء كبير صراحة بين وشوفنا صراحة سوفيا امرابط لاعبين صراحة في المستوى الكبير جميع اللاعبين صراحة ادو وشنا محمد الشيب اللي يدى كاساسي واخر لعب اللي كان مع المنتخب المغربي اللي عاي طلع ودال ما كان كاساسي وادى اللي عليه صراحة وخما كانش وحد ضغط بالجانب المنتخب الطنزان لانه مش ناشي ياشينبونو بتاتا عانى في هاد المقابلة او لا صراحة تصدر شي كوراس والاصعابين ولا شي حاجة ياسينبونو كان في شي بها راحة في هاد المقابلة بحلي ملعبش اخروج بلا مغربي مدووش عادي لانه اصلا بحلي ملعبش ياسينبونو كيف قال لاعب اللي صراحة من العناصر اللي مهم يكون عندك في المنتخب ياسينبونو بطبع حل حراسة البرماء الآن مقابلة وقازت صافي تانزانيا قصنا اليوم انفرحوا اليوم اننسوا اليوم اننسوا لقاء تانزانيا اه نفكروا الآن في اللقاء بطبع حل يوم الاحد على الساعة الثالثة زوالني نقصت لا تدير السوايع من التسوقيت اليوم مصعيبة جدا 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 زوالة متسوقيت الافواري وهتلعب بطبع حل في الحرارة القوية صراحة وانتمنوا ان يحيي يعطي يطلع لعب اللي ويدد البيضاوي كنت من الرجوع دي الواتوات الشيبي ادى صراحة اللي محمد الشيبي ادى الاداء الكبير المنتظر بطبيعة الحال ولكن الرجع يحيي يعطي لاننا مزراوي بوحد نسبة قليلة يلعب لقاء الكونغو لا يلعبش كندن بوحد نسبة قليلة لا يلعب ما يلعبش اصلا ناصر مزراوي قال لك يهيئوا اللقاء الثالث امام زنبيا اللي عايت قام يوم الاربعة اربعة وشرين يناير تنصي علينا الان علينا اننا صافي ميلف تنزانيا الان كي تشد بطرف وليد رقراجي بعد اللقاء اي عملنا دوا صحفية بطبيعة الحال وعاش صافي عايش شد الماتش بطبيعة الحال عايش شده لان الفوز بثلاثة الصيفر صافي كيتسالى الموضوع هنا يا وكان فكره في اللقاء نهار الحد مع الكونغو الديموقراطية بطبيعة حال هذا وتسفكير الان في وليد رقراجي وليد رقراجي الان عايش لا سقسه والصحفة ولا شي حاجة يقول له على كأس افريقيا وشعة نافس على كأس افريقيا عاد كل اجابة دياله انه بطبيعة حال الان يفكر في اللقاء الكونغو الديموقراطية يوم الاحد ثالثة زوالا بتوقيت المغربي الريق يعلى كواليد رقراجيطي بطبيعة حال وقابل ماكنت سهلا مع تنزان ليو لعبوها في多د الخشونةwashوبات وكبيرة بزة و друга مع ninguna Invland but More tak diskin بلضافين لو وقد عبوا بطبيعة حاله اليالى والتي سارت هذا بتخلص وبجميع الآن تلاعب بخشونة كبيرة وكبيرة بزاف صراحة المنتخب تنزانيل عبى تنزان الاخريق هذا مستمرات وكبيرة وبجميع ال�습니까 بطبيعة الحال لعب هذه الخشونة كبيرة وللأسف منتخبرة الأفريقية الأغلبية تلعب هذه الأفريقية لا تعمل هذه الدول الأفريقية لا تعمل مشارك في كأس العالمين لا تعمل مع كرواطيا أو فرنسا لا تعمل مع الدول خشونة نصادروا الكونغو حتى يتلعب هذه الأرادة خاشة نشوفوا النتيجة اليوم اللقاء العين طالق من هنا تسعوذ ربعين دقيقة بين زابيا والكونغو نشوفوا شو نعمل مع بعضهم وذيك الساعة ممكن تحكم على هذا اللقاء وشوفوا الكونغو شو نعمل تكون محتاجة في لقاء المنتخب المغربي بطبيعة الحال واش عاد تكون محتاجة أنها تنتصر أو لا تنهاز تعادل أو لا شي حاجة لأنها ولدت ثلاثة دقاط من زابيا اليوم ولدتين قيطة من المغرب تكون لتجاج إيجابية ديها للكونغو الديمقراطية اللي كنا فوزنا عليها في لقاء السد بطبيعة الحال في كأس العالم تكونغو الوحيد الوحيد وكنا فوزنا بثلاثة دقاط من ربعا الوحيد وكان ضمن مرش أسطورين عز الدين ونحي اللي عم اللقاء كبير صراحةً ولاجتنا اليوم نعطينا ثلاثة لاعبين من الأفضل على نعطينا المركز الثالث بطبيعة الحال المركز الثالث نسوفيان أم رابط لاعب مارش تشتريونيتد الإنزليزي المركز الثاني نعز الدين ونحي لاعب مارسيليا الفرنسي والمركز الأول حاكم زياش طبيعة الحال لاعب قارعة صاريت الصوركي لاعب لي واجد مؤثر سراحة اه في المنتخب الوطني المغربي وشوفنا الدخول تخفصة لاعبين همن عدلي صراحةً ت응تughال دهاني لم ناسيسنا عز الدين ونحي صراحةً داعب كبير صراحةً لعناصر الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي عز الدين ونحي طبيعة الحال لاعب من طراز الرافع لاهمن عدلي سراحة لا abbinizi��릴게요 ولا دخول عدلي ولا أمن حارytt ولا الكعبي ولا خنوس ولا عدلي صراحة اللاعبين كانوا في المستوى الرافع. لاعبين كانوا في المستوى الكبير صراحة من كل لاعب ادت دور المنطبة صراحة كل شي تخال تحرك الحمد لله. لاعبين كانوا في المستوى اللي كنا كانت منه وهات شي دي كان نشكره جميع الناس اللي تبعوا معناه لفديو من الأول